شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور والرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة فعليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي وأكد عشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعا كبيرا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب قيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي لافتا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي